بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون إلى حلقة أو حلقة جديدة من حلقات هذه المجالس العلمية التي نعيش فيها مع فقه القرآن والحياة وفقه السنة والحياة استوقفني قوله سبحانه وتعالى إلا المصلين هذا الاستثناء من الطبيعة البشرية ومن قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين طبعا هناك منظومة من الأعمال بعد ذلك لكن لماذا الصلاة في بداية الأمر أولا خلق هلوعا هذا الهلع مرض نفسي من طبيعة الإنسان وليس مرضا خارج الطبيعة ولما كان من طبيعة الإنسان الخلقية الله دلنا على علاج هو لأنه ما في الطبيب يعالج لك الهلع يمكن يعالج لك الحالة النفسية لكن هذا الهلع الذي إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا هذا لصيق بك هذا جزء منك لا يوجد علاج نفسي ولا طبيب نفسي نعالج ذلك لذلك بيّن الله عز وجل أولا ما هو هذا الهلع فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا هذه قد تستخدم للتحقق غالبا وقد تستخدم لغير التحقق كقوله عز وجل إذا طلقتم النساء إذا تدينتم بدين فهذه دخلت في شيء قد يتحقق وقد يستدين الإنسان وقد لا يستدين وقد يطلق وقد لا يطلق أما هنا فهو محقق إذا مسه فالتحقق هنا في مسه بالخير وفي مسه بالشر الأمر متحقق ما دام أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن الأمر متحقق مئة في المئة أنك ستصاب بالخير بالخيور وبالشرور فلماذا الهلع؟ لماذا تتصب بهذه الصفة؟ إذن هناك أزمة من الأزمات التي لا بد أن تقوم وأن تعالج عرفنا أنها عرفنا أن أنك ستصب بذلك لأن إذا هذه تحققية ثم انظر إلى كلمة مسه جرد مس بسيط لذعة من الخير يعني واحد أنت الآن في مجلسك ثم جاءك خبر سار جميل ولو بسيط ولو كان بسيطا فإن هذا الخبر الجميل تستبشر وتسر إذا مسه الخير منع الخير هنا المال في الآية والسلطان والجاه وما إليه فيمنع يمنع العادة الإنسان البشرية النفس المادية هي المنع معي فلوس لا نعطي أحدا ولذلك الغرب يعيش بهذه النظر المادية للحياة لا يجد صدقات عندهم كما عندنا لا يجد 2.5% لا يجد 10% لا يجد 5% من الزكاة لا يجد شاه من 40% من الغنم من الشياء لا يجد مساكن للمتسكعين ولا للمشردين هناك ينامون في الشوارع هذا محرم في الشريعة لا يجوز لا يجوز أن يبيت شخص في الشارع في دولة مسلمة وفي مجتمع مسلم بل يجب أن يوفر له من بيت المال الطعام والغذاء والدواء والكساء والسكن سكن من الضروريات من الضروريات أو التكبيل للضروري والمكمل للضروري ضروري لذلك النظرة المادية التي هي في هذا السياق إذا مسه الخير منوعة وإذا مسه الشر جزوع زعلان غضبان زهقان ممتلئ بذلك إلا المصلين عندما الإنسان يصاب بمرض ونسأل الله العافية لنا ولكم يذهب للطبيب ليعالجه فأول ما يعالجه يعطيه الدواء رقم واحد وقلنا أن الهلوع هذا شيء من طبع الإنسان يحتاج لتقييم وتهذيب إنما بعثه ليتمم مكارم الأخلاق إذن كيف نتممه وكيف نهذبه بيّن الله ثمانة أشياء على رأسها إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون على صلاتهم دائمون ما هو الدائم هنا وما الفرق بينه وبين المحافظة الدائم هنا هو الساكن في صلاته كالماء الدائم الذي لا يجري أي لا يلتفت لا هنا ولا هناك وكذلك الدائم يعني المكثر من النوافل لأن الذي يصلي الفرض فقط وينصرف ولا يصلي نوافل ولا يصلي الضحى ولا يصلي الليل ليس دائما ليس في صلاته دوام فهو قد جمع الفضلين جمع بين الفرائض جمع بين النوافل فالصلاة هي ركن الدين وعماده هي علامة الأخوة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الصلاة لا تسقط تحت أي ظرف هي العبادة الوحيدة التي لا تسقط تحت أي ظرف تحت أي ظرف فإذا قلت أنا لا أعلم القبلة قالت صل حيثما توجهت فثم وجه الله وإذا قلت أنا ليس معي لبس طاهر ولا أجد غيره قال صلع به ولا يكلف الله نفسا لله فإذا قلت ليس لبس لباس ولا شيء قال صلع عريانا وإذاك عقد الفقهاء في كتبهم باب صلاة العرات وكنا نستبعد هذا حتى رأينا وسمعنا السجون في أبو غريب وغيرها من الظالمين والمحتلين وإذا قلت أنا مريض فإن الله عز وجل خفف عنك فقال اجلس ثم إذا لم تستطع فعلى جم ثم حرك رأسك ثم حتى إذا عجزت عن إجرائها على قلبك سقطت عنك فإذا قلت أنا على الطائرة ولا أستطيع أنا توجهي للقبلة قال سقطت عنك القبلة وسقط عنك الوقوف فصلي كيف ما تشاء وإذا قلت أنا الآن في يوم حرب ويوم كذا كيف أصنع الصلاة الحرب لها 17 كيفية من هذه الكيفية أن تصلي صلاة المسايفة وهي بالإيماء وجزلك أن تجمع الصلوات 3 4 5 مع بعض في حال احتدام القتال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وإذا قلت أنا مسافر قال وضع الله عنك الشطر الصلاة التي هي الرباعية فتصلي ركعتين ركعتين يسمى القصر كنت في البر كنت في البحر كنت في الصحة كنت في المرض كنت في الخوف عرفت القبلة ما عرفت القبلة إذا قلت ما فيش ماء قالت يمم إذا قلت ما حصدناش تراب قال صلي صلاة فاقد الطهورين لا تترك العبادة الصلاة في أي ضرف على وجه الأرض أو خارج الأرض أبداً فهي العبادة الوحيدة من العبادة الخامسة والظاهرة التي لا يمكن أن تترك على حي أي حال من الأحوال هل الصلاة له ارتباط بالحياة وبالنفسية وبالانشراح وبالاطمئنان ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فبين سبحانه وتعالى أنه حين يضيق على الإنسان صدره فإنه يسبح الله سواء سبحه خارج الصلاة أم صلى والصلاة يطلق عليه التسبح وكذلك هي تحارب الفاحشة وتحد من الجريمة قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة لها ارتباط بالظواهر الكونية لذلك إذا كسفت الشمس أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلاة الكسوف ولها كيفية كيفيات عديدة منها ركعتان فقط كما ذهب إليها أبو حنيفة ومنها ركعتان في كل ركعة الركعان وفي كل ركعة ثلاثة وفي كل ركعة أربعة وكذلك هي تحارب هي سبب من أسباب محاربة التصحر ومحاربة التصحر ولذلك في حال القحط شرع الله سبحانه وتعالى الصلاة الاستسقى وصلاة الاستسقى تصلى كما يصلى العيد بسبع تكبيرات وبخمس تكبيرات ثم يقلب الرداء ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويمكن أن يعظهم موعظة طفيفة ويخرجوا إلى خارج البلد فيجتمع الرجال والصبيان وتكون النساء معهم وبعض العلماء قالوا يصومون ويخرجون خرجوا البهائم وكذلك يجوز أن يكون الاستسقاء على المنبر أن يكون دعاء لذلك فالصلاة مرتبطة بحياتنا مرتبطة بأمورنا كلها لذلك كان الاستثناء من مرض الهلوع والهلع إلا المصلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر